طيب في حكاية في حكاية تانية انا دايما بيقول عليها مشكلة صحية مش مشكلة مؤزية حكاية شناوي شبير لاتنين جامدين شناوي الحارس الاول في مصر شبير عامل رن مسيرة رائعة جدا الفترة اللي فاتت دي وانت مدرب عندك الحارس الاول في مصر وحارس ماشي بشكل عظيم جدا هو افضل حارس دلوقتي بيقدم بيقدم سلسلة مباراة في القرى المصرية تعمل ايه انت بقى لو كان مدرب تفكر فيها ازاي وده بقى مركز اللي دا متقيل خلي بقى لك خلي بقى لك موضوع الشناوي شبير لو طول هيبقى في مشاكل هيبقى في مشاكل يعني لو الموضوع طول بس يعني الشناوي عنده صفات القائد عنده صفات ان هو يلم عنده صفات ان هو ازاي يتعامل مع الازمات ازاي يتعامل لو في مشكلة حتى الشخصية مع هو ممكن ما يبينهاش صح عشان قودة اللبس صح فهنا في اعتبارات كتير جدا في تعامل الشناوي مع الموكف دا زائد انت بتتكلم في الحالة ما بين اي اتنين حراس مرمى الحالة بين الشناوي شبير جيدة جدا صح الحالة الشخصية اللي هم اتنين بيحيوا بعض جدا جدا صح والشناوي هو بيلعب داعم بشكل كبير جدا لمصطفى شبير مصبوط وحصلت في اكتر من موكف صحيح دي صعب جدا صعب جدا في نادي وصعب جدا مع حراس مرمى كبار ان انت تلاقيها صح فهنا الشناوي زكاء قعدت الكابت الخطيب مع الشناوي مش هتبقى عادية يعني قعدته لو تفتكر من فترة لما كان الشناوي قعد على الارض وكابت الخطيب قعد معاه كل الحسابات دي في دماغ محمد الشناوي مصبوط لكن انا عايز ايه انا فين انا موجود او مش موجود هتلاقي ممكن الفترة جاءة توقعاتي ان الشبير هياخد الفترة وده حقه اللي هو لازم ياخده ولو هتكلم عن مصطفى الشبير جدير ان هو يحرص مرمى النادي الاهلي بشخصيته قبل امكاناته الفنية بشخصيته وتعامله مع الضغوط والشناوي واصله الكلام ده يعني الشناوي واصله الكلام ده المعضلة دي بتتحلل ازاي انا بقول لك انا بحط نفسي مكان مارس الكولر صعب هقعد الشناوي هظلمه عشان الشناوي خرج من الملعب عشان اساوة ما خرجش المستوى قليل هقعد مصطفى الشبير هظلم انه في الحالتين انا هبقى ظالم احلها النفسي ازاي بقى اه لو الراجل اشتغل على العدالة اه هيلعب شبير ما هو طب ما هو تاني انا بس انا انا معاك ده جاوزي من العدالة خلاص العدالة ان المصطفى بالمستوى ده لازم يكمل طبعا انا بقى انا كريم اهو بكلمك كيني محمد الشناوي بقول لك يا كولر تمام هو انا ليه برا التشكيلة الاسسية وانا لما خرجت من الملعب ما خرجتش عشان اداء وحش لان انا خرجت عشان وانا بجي الفرقتي حصلت لاصابة تمام او مش فرق يعني هو طبعا جات لاصابة مع منتخم مصر بس يعني جات لاصابة يعني هو ما خرجش عشان هو قليل فنيت تمام ليه اعط انا هرد عليك انا كولر ان انا عشان بطبق العدالة في الفرق ان انا مظلمش حد ماشي كويس ايوا مع اقرب فرصة انا شايف من وجهة نظري ان انت تبقى موجود هتبقى موجود لكن انا عسل حتة الظلم داخل القوضة صعبة ان انا حس ان حد ماشي كويس جدا وشايلني بنفس 100% معدلة صعبة جدا خلي باك صعبة شفت احنا مجد يعني انا مطفق معك ليه انه مطفق شو بيه لو خرج من الملعب ظلم صعبة محمد الشناوي لو فيدي لقدك ظلم كتير اللي هو ايه اللي هو كتير يعني اقعد بالي كتير عسلان انا حرس الاول لمصر والمنتخم 100% وكمان عايزة ارجع المنتخب يعني عايزة عايزة ابقى موجود يعني بغض النظر ان ترجعت المنتخب كمحمد الشناوي مع كابتن حسام لكن فارق ان انا يرجع وانا بلعب يعني انتعرف الميزة الوحيدة في القصة دي ايه اللي انت كنت رسائلها من شوية دي الميزة العظيمة ان الشناوي عنده شخصية قوية جدا وعقلة جدا انه مصطفى الشوبيل رغم صغر سنه هو عنده نفس الشخصية القوية جدا والزكية جدا فانا اتصوري انه مفيش حد فيهم ممكن يعمل مشكلة لا بس اكيد اللي انها يبوز على نين اكيد اللي مش يلعب يعني خلي بالك والشناوي وجود الشناوي وهو برا عدك عمل ضغوطات على شوبيل بس بيخليه افضل ضغوطات ايجابية عشان انا اتصور ان مصطفى بي كيفية تعامله بقى مع دي الشخصية تخليه افضل بالزبط ممكن محرس مرمة تاني تسبب له رهبة او مشكلة ان انا الشناوي عايدلي برا فانا هبقى حريص على كل كرة فالتركيز زي ما قلت لك الزيادة او ان انا تركيزي في حاجات تانية ممكن يخلينا ارتكب اخطاء فهنا كيفية التعامل شوبيل واكيد مليار في المية بالعلاقة دي قبل كل مباراة هتلاقي الشناوي بيكلم مع شبير قبل اي مباراة سواء ان الشناوي موجود او غير موجود في كلام بينهم كبير لازم موجود بالعلاقة